اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة يشهد تناميا في مختلف المجالات بما يعكس متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين مشيرا الى ان مستويات التعاون والتنسيق المشترك تتسم بطابع متميز يسهم دائما في فتح افاق ارحب لخلق فرص نوعية تصب في تحقيق المزيد من التقدم والاززهار للجميع جاء ذلك لدى لقاء معاليها اليوم بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة سعادة السيدة ليز تروس وزيرة التجارة الدولية البريطانية حيث اشهد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وما يواكبه من نمو في مختلف القطاعات الحيوية منويها بان اطر الشراكة الوثيقة التي تربط البلدين تتسع دوما لتحقيق المزيد من الخطط والمبادرات والمشاريع والتي تعود بنفعها على البلدين والشعبين الصديقين تنفيذا للرؤى المشتركة والطموحات الواعدة التي تعزز العلاقات الثنائية بكافة اوجهها وجرى خلال اللقاء سعراض المستجدات الاقليمية والدولية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشرك على صعيد الاقتصاد العالمية